اشتركوا حالو شباب معكم شركيا وشركيا كيج اشتركوا فيديو جديد طيب يا شباب هذا اول فيديو بالسلسة الجديدة اللي حكيت لكم عليها اللي هي سلسة الاخبار اللي رحكيكم اخر اخبار اللي صايرة بالعالم اخبار رح تهمكم مو اخبار مو ملة ولا شيء وراح تشوفوا الاخبار بهالفيديو يعني اخبار من عالم اليوتيوب من افلام من مسلسلات واشياء تريند يعني فقبل يبدأ الفيديو اتمنى لا تنسى تدعم الفيديو بزر اللايك اتمنى هالفيديو يوصل 3000 لايك تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات رح احمل كل يومين فيديو ان شاء الله وراحضة وسيطة اللي مشترك بقناتي عشان محتوى الزومبي روح على قناتي الثانية بشار كاكي زومبي طالع فوق على يمين او على يسار اضغط هناك اشترك فيها اليوم رح احمل فيديو زومبي وامسك تمسوي بث مباشر نجرب الطور الجديد فايق المحتوى الزومبي رح يكمل على القناة الثانية فرح تلاقيها فوق على يمين او على يسار او اول رابط بالوصف اوكي اول خبر عني اليوم من يوتيوبر خسر تقريبا مليون ونص مليون دولار بسبب نصب شركة بارتنر عليه فيه يوتيوبر مشهور اسمه جدا قناة ضخمة عندها دعشر مليون سبسكرايبر هاليوتيوبر كان داخل مع شركة بارتنر اللي ما يدري كل اليوتيوبر اي واحد على اليوتيوب لازم ينضم لشركة بارتنر عشان يعني يهدوا فلوس نورا اليوتيوب او عشان يعني يحموه اذا فيه كوبيرايت او اي شيء انا داخل مع بارتنر شركة ديوان وفيه كل يوتيوبر داخل مع شركة بارتنر فهاليوتيوبر هو قنوات ضخمة كتير كنت داخلين مع شركة بارتنر اسمه دي فاي طبعا هالشركة مو نفس باقي الشركات مثلا باقي الشركات البارتنر الناس يعدموا عليها وتاخدهم شركة دي فاي هاي هم تختار ناس معينين وفقط عندها كم واحد وهدول الناس اللي عندهم ياها مثلا فيه قناة سموش من عندهم فيه قناة اللي يسوي فلسلة اسمه اونست ريلرز اللي يتمسخر فيها عدد اعيات اسمه سكرين جانكيز قنوات جدا ضخمة على اليوتيوب كلهم داخلين مع شركة دي فاي فالمهم شركة دي فاي هاي شو سوت سوت كالتالي كان مفروض يعطوا الفلوس لهاليوتيوبر بهالتاريخ المعين حكولهم تكلموا معهم حكولهم ممكن هالشهر نأجل الفلوس للشهر اللي بعده انه نعطيكم المبالغ اللي تبوها فقالوها اليوتيوبر اوكي فعملوا هالشي وصلوا عندهم مبالغ كبيرة ولانه عندهم مبالغ كبيرة بحساباتهم راحوا للانفستر الناس اللي يسمروا فلوس حكولهم شوفوا نحنا عندك فلوس زيادة وكذا فحطوا فلوسكم معنا عشان تجيكم ارباح ففعلا هذا الشي كله نصب هاي الفلوس لعندهم ما هي فلوسهم هاي فلوس اللي نفروض يعطوها اليوتيوبر فخلوا الفلوس عندهم راحوا تكلموا مع الشركات هدول عشان يستسمروا بالشركة عندهم جمعوا فلوس كبيرة بعدين اغلقوا الشركة وكل اليوتيوبر هدول استحبوا على فلوسهم فايه هذا اليوتيوبر سوى فيديو عليه ست مالين مشاهدة حاليا قاعد يشرح القصة كلها كيف انهم نصبوا عليها الشركة ونصبوا اليوتيوبر اللي معاه وانه هو يعرف واحد منهم قاعد يحاول يتواصل معاه وما قاعد يرد عليه واخدوا كل فلوسهم معنى شركة ضخمة جدا شركة كان فيها سبعين مليون دولار شهر الماضي قبل ما تسكر من فلوس المستثمرين فايه بالفيديو تابعه عطى نصايح لأي واحد يبيبدا باليوتيوب نصايح جدا مهمة راحطيكم بشكل جدا سريع اي واحد يبيدخل باليوتيوب اذا تبي تدخل مع شركة بارتنر ولا تدخل مع شركة بارتنر اول شي لا ترضى انهم يعطوك اقل من تسعين بالمية من الارباح لو في كتير شركات يحاولوا يشوفوا ان انت لسه شديد في اليوتيوب قناتك صغيرة فينصبوا يعطوك عقد سنتين وياخدوا جزء جدا كبير من ارباحك غير هيك يكون مكتوب بالعقد انو لو الشركة سكرت انت مالك علاقة فيها انو فلوسك راح يجيك حتى لو الشركة سكرت هو بحالة اليوتيوبر تدول مكان موجود هالشيء بالعقد فالشركة سكرت وفلوسهم راحت عليهم كل بساطة اللي هي بقدر مليون ونص دولار راحت عليهم كان هو محاولا 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 وحاولا إذا كنت بيخدرت بخير اخبار المنزد بحث جزء بابع هذا على حول أيضا ك أظن ما هو كتير معروف بدول الخليج السعودية الكويت الإمارات وغيرها فيسبوك نوعا ما معروف أكتر أو ناس يستعملوا أكتر في بلاد الشاب حسب خبرتي ممكن يكون غلطان فالمهم فيسبوك تقريبا أكبر موقع توطل الشيماعي موجود بالعالم أكبر من اليوتيوب أكبر من تويتر أكبر من كل هالمواقع ودائما فيسبوك فيه ناس يعني يشكوا فيه أنه يتجسس على الناس يتجسس على معلومات الناس ويبيعها لشركات إعلانات مشان يختاروا ناس معينين يبيعوهم أشياء أو يبيعوها لحكومات أو شيء من هالكلام فمن جديد فيسبوك أعلن أنه إيه نحن نبين نتجسس على أشخاص معينين ورح نتفع لكم فلوس إيه فعليا فيسبوك تواصل مع عدد من الناس المشتركين فيه حكولهم أنه رح نتفع لكم خمسة وعشرين دولار مقابل أنكم تحملوا هالبرنامج هذا فيسبوك نفسهم مو أنه ناس قادرين يحكروا الموقع لا فيسبوك نفسهم تواصلوا معناتها كلهم رح نتفع لكم خمسة وعشرين دولار شهريا مقابل تحملوا هالبرنامج تحملوا هالبرنامج اسمه فيسبوك انفرميشن وشبنا الكلام هذا البرنامج رح ياخد معلومات عنكم معلومات شو الأشياء تدوروا عليها عن نت وكذا وهالمعلومات نحن رح نستعملها لنحسن من مستوى الاقتراح وإشياء اللي عندنا بالفيسبوك يعني يعني جدا واضحة لدرجة أنه الاي او اس أو الايفون منعوا هالبرنامج ممنوع تحمل من الاي او اس بس البرنامج موجود حاليا على الاندرويد فأي واحد وصلت رسالة من الفيسبوك وعنده اندرويد سامسونج أو هواوي يقدر يحمل البرنامج ياخد خمسة وعشرين دولار مقابل أنه فيسبوك يتجسسوا عليه أوكي وحللنا عنا فقرات أخبار مسلسلات أفلام وألعاب إذا ما تهمك هالفقرة نعمل سكيبت للوقت الموجود تحت أوكي بآخر أخبار الأفلام مسلسلات الألعاب أول شي عنا إعلان جديد لفلم من سلسلة فاس ان فوريس المنتظر اللي اسمه هوبز انت شو هذا مو تكملة للسلسلة مو الجزء العاشر أو التاسع مدريعي جزء وصلوا هم لأ هذا فيلم منفصل في فقط شخصية داروك جيسون سيتم وممثل مشهور إدريس إلبا فيلم عن قصتهم لحالهم برس سلسلة الأفلام يعني فأي نزل إعلان تابع اليوم موسيقى وخبر ثاني انه بن أفلك اللي سوى دور باتمان بأفلام باتمان برس سيبرمان وجيسس ليج أعلن اتزاله عن دور باتمان خلاص ما رح يكون هو باتمان بالفيلم الجاي والشركة رح يدوره عممثل ثاني يسوي دور باتمان هو اللي يختال هالقرار مو شركة اللي قلعوه أو شيء صراحة بالنسبة لي خبر نوعا ما محذن لأنه بالنسبة لي دور باتمان بن أفلك أفضل من الممثل اللي سوى باتمان أفلام دا دارك نايت لا تسبوني سواني خليه فهمكم أفلام دا دارك نايت اللي فيها جوكر هيك أفلام خرافية الجوكر خرافي من أحلى الأفلام اللي شفتها بحياتي بس الممثل نفسه اللي سوى باتمان كويس بس أشوف بن أفلك أفضل منه كدور باتمان من وجهة نظري في اعتزال عن دور باتمان حاليا شركة قاعدة تدور على ممثل جديد يؤدي هالدور باخبار الألعاب عنا شركة إبيك جيمز اللي تسوي فورتنايت يعد تتير الجدل وسبب الضجة آخر فترة إبيك جيمز عندها فورتنايت ولعبة جدا ضخمة ويعني ضخمة بشكل جدا جدا كبير إبيك جيمز عندهم محرك بحث على البي سي مو محرك بحث مثل برنامج اللي يتحمل منها الألعاب على البي سي وفيه فورتنايت بس وكم لعبة للشركة نفسها من كتر ما هم ضخمين حاليا قاعدين يجيبوا ألعاب تانية لتنزل على الإبيك جيمز نفسه يعني يبوا ينافسوا شركة ستيم ستيم اللي ما يعرفت تحمل منها كل ألعاب الفيديو طريبا نص العاب الفيديو تحملها من ستيم فيه مرامج تانية بس كل برنامج لشركة مسلا فيه أورجين على البي سي لألعاب اي 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 فيه باتل نت لألعاب اكتي فيجين بلزرد كولف جيوتي اوفر ووش ديستيني فايه كل برنامج يكون لألعاب الشركة نفسه بس ستيم فيه كل الألعاب من كل الشركات إبيك جيمز تبي تسوي نفس الشي تبي تنافس ستيم وتحط عليها كل الألعاب قاعدة تستغل نجاح فورتنايت فأول شي لعبة The Division من شركة يويسوف أعلنت انه رح تكون على إبيك جيمز لعبة ضخمة رح تكون على إبيك جيمز ومن جديد لعبة مترو اللي هتنزل قريبا تاريخ 15-20 كان مفروض تنزل على ستيم اليوم طلعوا خبر انه مترو رح تكون موجود على ستيم ورح تكون موجود على إبيك جيمز ولي هاي رح تشتريها من إبيك جيمز رح ياخد اللعبة قبل بأسبوع فالناس جدا عصبوا بالذات الناس اللي دفعوا وعملوا بري أوردر على ستيم قالوا نحنا دفعنا والحين ما رح ناخد اللعبة إلى بعد أسبوع ومن جديد طلع خبر إبيك جيمز ما كنا ندرك كنا نجبناها لإبيك جيمز فمشان هالشي الناس قاعدين يتهجموا حاليا على إبيك جيمز وآخر الخبر إلو علاقة بالألعاب في تسريب جديد لـ Modern Warfare 4 مثل تيزر بسيط مفروض انه يطلع على حساب الشركة قريبا تسرب عن موقع ورديت وجدا جدا واضح انه حقيقي رح أسوي فيديو إن شاء الله بكرة على قناتي الثانية أتكلم فيه عن تسريب هات الخبر الثالث لعننا إلو علاقة بالماسونية واليوتيوب إلو علاقة فيني شوي لو عن ما اليوتيوب قرر إنه ببداية شهر 2 حاليا ما رح ينشر أي فيديو أو ما رح يقترح أي فيديو إلو علاقة بالماسونية أو نظرية المؤامرة فكيف ما رح يقترحه انت حاليا بس تفوت تفتح اليوتيوب أو الحين قاعد تشوف الفيديو تبعي رح تلاقي على اليمين إذا قاعد تشوف من الكمبيوتر أو تحث فيديوهات اليوتيوب يقترحها عليك فأي فيديو إلو علاقة بالماسونية أو نظرية المؤامرة ما رح اليوتيوب يقترحها لازم أنت تكتب بالبحث وتروع على قناة معينة لتشوف الفيديو فبالتالي هالفيديوهات رح تجيب مشاهدات أقل بكتير اليوتيوب ما رح يقترحها أبداً وهالشي يأثر اليوتيوبر اسمه تين دوسون هاليوتيوبر يسوي فيديوهات تجيب مشاهدات بعشرات الملايين كلها عن نظريات المؤامرة والأسرار والماسونية أو شيء من الكلام يعني جداً مشهور بالمحتوهات فحمى الفيديو هاليوتيوبر بعد هالخبر قاعد يتكلم عن هالموضوع وأول ما حمل الفيديو اليوتيوب سلخ الفيديوة تابعه demonetize لهو أنه ما يطلع الفيديو فلوس أبداً ما تكنم عن المثوريه ما تكنم عن مؤامرة قاعد يتكلم عن الخبر بس عطوه أنه الفيديو ما تطلع منه فلوس الفيديو طلع تقريباً 7 ملايين أو 5 ملايين مشاهدة وخسر نورها الفيديو مفروض يتطلع فلوس من وهالمفاليو 60 ألف دولار على المشاهدات ومدة الفيديو و الأعلانات لأن اليوتيوب خسر 60 ألف دولار من وراه الفيديو فأول شي اترككم هالخبر رح يأثر عليه شوي نوعا ما لأنه لو تشوفوا قناتي فيديوهاتي الأديمة كانت كلها لها علاقة بالماسونية والزومبي واريا 51 والفضائيين فحاليا كل مقاتل هاي اللي هي تقريبا 30 فيديو ما رح تجي مشاهدات أكتر من هاي خلاص اليوتيوب ما رح يقترحها لأي حد والناس قاعدين يقولوا أنه يعني هذا الشي رح يسويه الماسونية نفسه وهم الماسونية ما يبوا ناس يفضحوهم وتعاونوا مع اليوتيوب عشان يوقفوا نشر الناس اللي قاعدين يفضحوهم فما أدري صراحة إذا فعلا القصة هيك شي جدا مغبي من اليوتيوب أو من الماسونية نفسه وآخر خبر عن نيالة اليوم أشهر بيضة على الإنستغرام بدأت لنكسر اللي ما يدري في بيضة على الإنستغرام فقط حساب سواء حط صورة بيضة وجابت أكتر لايكات بتاريخ الإنستغرام تقريبا 40 مليون لايك ما أدري كم لايك وصلوا حاليا بس فوق الثلاثين فوق الثلاثين مليون لايك فالصاحب الحساب صار يحط صور كل شوي أنه البيضة قاعدة تنكسر شوي شوي الناس متوقعين هذا كله سبونسر أو إعلان لشركة معينة أنه الشركة يجو شافوا على الحساب حكولو إيه نبي نتعاون معاك تبيك نبي أنه تنشر المنتج تبعنا عن طريق هالشي أنه كل شوي تنكسر البيضة أخر شي بس تنكسر يطلع إعلان لشركة معينة والناس قدروا لو فعلا كان هذا الشي إعلان لشركة معينة فهذا الإعلان أو صاحب الحساب على الأقل استلم خمس مليون دولار من شركة الإعلانات هاي لحتى ينشر لهم الإعلان لأنه حسابه جدا مضخم الأول على إنستجرام بعدد اللايكات فأكيد الإعلان أخذ منه فلوس بشكل جدا جدا كبير إيه شباب هالف دو اليوم أتمنى أن أعزبكم أتمنى أن نهاية الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة فعلوا بزر التنبيهات وتدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت شو أراكم عن الأخبار إذا عندك أي خبر وودك تحكي ليه عشان تكلم فيه بالفيديو الجاي شاركوا على تويتر بعنوان أو هاشتاغ أخبار كيكي أو على الحساب يعمل لي منشان على تويتر وتعال حكينا عليه و لا تنسوا تشتركوا بقناتي الثاني العلاقة بالجيمينج والزومبي اللينك موجود بالوصف وبس كناكو شاركي يالف ديو كيكيش وكم ديها التالي إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة